أهم الشيء بنسبة لنا فيما يتعلق بهذا الأمر أننا لن ننسى ولا نغفر ذلك وفقا لوكال سبوتنيك الروسية الأنباء قال لافروف في نفس اليوم أيضا أن عدم إصدار تأشيرات الصحفيين الروس هو عمل قبيح من الولايات المتحدة لقد أظهرت الولايات المتحدة ما هي قيمة تصريحاتها حول حرية التعبير وأشار لافروف إلى أن الجانب الأمريكي اتخذ هذا القرار لأنه كان يخشى أن يقوم الصحفيون الروس بتغطية خطاب روسيا في مجلس الأمن وفيما يتعلق بحقيقة أن الصحفيين الروس المرافقين لم يحصلوا على تأشيرات قال نائب وزير خارجية الروسي سيرجي رياباكوف إن المسؤولية عن هذا الأمر تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وهذا السلوك للولايات المتحدة شائن ولن تتجاه له روسيا بالإضافة إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف ليس لديه خطة للقاء وزير خارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على هامش اجتماع الأمم المتحدة يذكر أيضا أنه من المقرر أن يجتمع وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جويتيريش في نيويورك يوم الاثنين لمناقشة آفاق التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير المنتجات الزراعية من موانئ البحر الأسود ومسائل أخرى هذا وبعد تصعد الأزمة الأوكرانية في الرابع العشرين من فبراير العام الماضي تعطلت الصادرات الزراعية من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود وبوساطة الأمم المتحدة وتركية وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقين منفصلين في يوليو عام 2022 بشأن استئناف تصدير المنتجات الزراعية من موانئ البحر الأسود وقال لافروف خلال زيارة إلى كوبا يوم الخميس الماضي إن روسيا تعتقد أن شروط الاستمرار في تمديد الاتفاق لم تتحقق لأن الدول الغربية لم تفعل شيئا وفي وقت سابق حذر لافروف من أنه إذا لم يكن هناك تقدم في إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب الأسمدة من الجانب الروسي فأن الجانب الروسي سينظر فيما إذا كان سيستمر في الاتفاق أم لا ترجمة نانسي قنقر